اشتركوا في القناة ويؤمنوا المسيح يا أحبة كان سر كان سر لليهود وللغير يهود بوقت اليهود هن شعب الله كانوا يعبدوا الله كل باقي الشعوب كانت تعبد أرواح الشيطين ما بعش كانوا يعبدوا وبردو مع أنه هايدي الشعوب مع أنه اليهود كان عندهم أشاية 53 المزمور 22 الأنبياء العهد القديم مع أنه كان عندهم كل هالكتب وكل هالكتب كل هالإعلانات المسيح كان سر لإلهم وسر لغيرهم بس سر أعلن نفسه الآن وأعلن نفسه إلي وأعلن نفسه إلكن وإلك لكل واحد منكم هون رسالة كولوسي الإصحاحة الثانية الآية 16 و17 بتقول لا يحكم عليكم أحد في مأكول أو مشروب أو بأعياد أو أهلة أو ثبوت فما هذه كلها إلا ظل الأمور المستقبلة أما الحقيقة فهي المسيح ما حدا يحكم عليكم لا بأكل لا بمشروب لا بأعياد وأهلة الأهلة هوت ترددات صلاة أو ثبوت لأنه كل هذه الأمور هي الظل يعني الظل يعني الرمز للأمور المستقبلية أما الحقيقة اللب فهو المسيح اليهود بقيوا 1400 سنة بيمارسوا تقليد وأعياد وشريعة طويلة عريضة ب600 وصية كل هالأمور هني مفاكرينا هني هالحقيقة وهالطريق بس هي بالحقيقة كانت بس رمز للمسيح رمز لشي بدوا يعملوا المسيح فهيدي الطاولة نحنا عملين اليوم هي طاولة رمز الدولة بتكون عم بتضل كل شي حتشوفوه على هالطاولة هو ياب يرمز للمسيح نفسه ياب يرمز لشي عمله المسيح هو منه فريدة دينية أو فريدة حسب شريعة بإنجيل لو قال إصحاح 22 14 و 16 بيقول لما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام فقال لهم كم اشتهيتوا أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم أقولوا لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله فيسوع اشتهى يقعد هالقاعدة مع التلميذ قعد على هالطاولة تشبه هالطاولة بعيد هو بالحقيقة وضعه بفرائض هو بالحقيقة حطهم واشتهى يقعد مع التلميذ لأنه 1500 سنة وهن يمارسوا هالتقاليد ومش فهمنين شو الحقيقة هو قعد معهم وفسر لهم هذا هو دمي هذا هو جسدي فسر لهم كل واحدة لشو بترمز وشو حقيقة هالتقاليد اللي عم بيعملوا وانفتحي تعيونه لكن هيدا تقليد كانوا يمارسوا بوقتا وبعضهم لليوم يعني 1500 سنة قبل المسيح و2000 سنة بعد المسيح قالوا 3500 سنة في يهود بعضهم لليوم بيمارسوا هالتقليد كيف بيصير اولا بيجتمعوا العائلة كلهم سوا البي المرأة الولاد العائلة كلها بتجتمع بيصيروا الولاد يسألوا البي هو هيك تقليد بيعملوها كل لعبة بيصيروا يسألوا ليش يا بابا في عظمة موجودة هون ليش في البقدونس ليش في تفاح وجوز ليش في أربع كسات بيصير البي يخبر للولاد قصة معينة هلا حنحكيها وياسو هيك قعد مع تلميزه وسط كنيسته وهو كالقاب وهن كالولاد وقعد يفسر لهم كل شغلة لشو بترمز أمين ليش قالنا الرب نعمل هالشي هو نحنا اختصرناه بالميدة بالأساس ولكن قالنا نعمل هالشي اصنعوا هذا لذكري لأنه نحنا مننسى تير مننسى وعود الرب تير مننسى عهد الرب معنا تير مننسى شو الرب عامل معنا بحياتنا بارك يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته حلو نكون عم نعمل هالشي لنرجع نتذكر كيف الرب خلص شعبه كيف الرب خلصنا وخلصك شو القصة اللي بيحكوها على هالطاولة القصة بالحقيقة طويلة هنجرب نختصرها خمسين اصحاح يعني بنختصرهم بجملتان هو الله ابراهيم الله ظهر لابراهيم ابراهيم كان خطيار مجوز مرة خطيارة ما عندنه ولاد قال له اترك كل شي وروح على الارض اللي انا بدي دلك عليها ابراهيم اخذ هالخطوة الامان الكبيرة وراح على المجهول الله دلو على الارض وقف هيك ابراهيم قال له الله شايف هالارض هايدي الارض بدي اعطيها لنسلك قال له اي نسل ما عندنه ولاد ومرطة ما فيها تجيب ولاد عمره 70-80 سنة قال له اذا فيك تتعد نجوم البحر ورمل نجوم السماء ورمل البحر فيك تعد نسلك ابراهيم اجي ولد شو اسمه اسحاك اسحاك اجي ولد يعقوب ويعقوب اجي 12 ولد 12 ولد في واحد منهم احبه اكتر من الباقيين كان يهتم فيه اكتر من الباقيين اللي هو يوسف اخواته ليوسف غاره انه كيف بيه بيحبه وعمل له جاكات حلوة وهتم فيه غاره اموا بيعوه للعرب اخدوه على مصر راحو كبوس تعبدوه هناك كان عبيد بمصر كان امين كان زلمة هيك مع الرب زلمة بيخاف الله كان رجل لله حقيقة مع انه صار في هالامور كان عبيد بمصر عبيد عند فرعون يعني واجيت مرته لفرعون شفته شاب حلو كان بده تختي معه قال له ما بعمل هالخطيه امام الرب حتى لو ما حدا شايفنا الرب شايف فوتيفار متركب يتعليه فيلم وكبوه بالحبس زلمين كب بالحبس نزل انترك من اخواته راح عالحبس بقي بالحبس فترة فرعون حلم حلم بده من يفسره من الرب عطالة يوسف تفسير حلم فرعون بقصة عجائبية يعني زبطت مع يوسف ونجى مصر من سبع سنين مجاعة فطلعوا من الحبس وحطوه كائد كبير بمصر قطع من عبيد لكائد كبير بمصر وهالمجاعة صارت مصر مجاعه من ورا يوسف ولكن بأرض الموعد مطرح ما يعكوب والولاد الباقيين بعضهم قاعدين صار كمان ضربة المجاعة وجاعه يعني متركوا كل شي وراحوا عمصر شايفون يوسف سمحهم قال لهم انتوا قصدوا لشهر ولكن الرب حولوا لخير هلالويا فاجوا يعكوب والتنعشر ولد تبعوا اللي هني حيصيروا تنعشر أصباط إسرائيل اجوا كلهم واستقروا بمصر تمام استقروا بمصر صاروا يتكاتروا كان كل نظر لهم بطريقة حلوة منو الناس كويسين صاروا يتكاتروا ينمو ينمو بطريقة رائعة يعني يجيبوا ولاد يكبروا صاروا شعب كبير مليونين نسمة مات فرعون قام فرعون مات فرعون تغيروا كذا فرعون اجا فرعون واحد منهم بعد 400 سنة شافوا مليونين زلمة عرضه قال لك هولي اذا بدون يتفقوا مع الأشوريين شلونا فصار بدوا ينكس فيهم صار بدوا يتطهدهم لماش ينمو ماش يكتروا بلش كل ما يخلق شاب من هالعبرانيين قتلوا كل ما يخلق شاب صبي ولد صبي قتلوا يشتغلوا كانوا يشتغلوا صاروا عبيد يشتغلوا بالطين يعني عمروا حجر هن اللي عمروا مصر القديمة يشتغلوا بالطين ومش بمعاش ما فيه انه زودة وسلفة وهيدا يشتغلوا بأكلاتهم يعني بتشتغل من الصبح لعشية بتقعد بتبحش وتعمل تطلع لك منقوشة بتكلها وها هي لتنين نهار فصار فيه ظلم كتير كبير على على هالشعب وفيه خلق ولد بيناتهم ولد اسمه موسى امه شفقت عليه ما بدا يين قتل كبته بالنهر وزمت زمت من الموت قصة طويلة وازف بيوم كان قاعد عم بيرعى خوريفه بعد أربعين سنة بيظهر له بيظهر له بواسط النار بالعلايقة الرب اسأله موسى مين انت بيقول له أنا هو اللذي هو أنا إله إبراهيم وأصحاق ويعقوب إله أباك وتذكرت وعده لإبراهيم وعهده مع إصحاق ووعده ليعقوب وشفت شعبي وقلامه والظلم اللي عايش فيه ونازل خلصه فموسى هك مصدوم قال له الرب انت بدك تنزل تقول لفرعون اترك ترك شعبي يظهر من مصر موسى قال له لا 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 أنا بتأتي وأنا ما بعرف شو بتأتي أخوض هارون ما كيف بدوا يصدقني قال له كب العصى صاري تحية حط إيدك تلعت بالضوة عمل معه الرب عجيب كتير ودعمه بعجيب قال له موسى لا لا خلص بعض حدا غيري أنا مصدقك بس بعض حدا غيري قال له لا انت بدك تنزل فنزل موسى لعند فرعون وقال له يا فرعون بدك تطلق شعبي الرب بيقول بدك تطلق شعبي مليونين عبيد يعني حلوين بيشغلوا قال له لا بدك تطلق شعبي من هون قال له منك انت ومنون ربك اذهب من هون اذهب من وجه نزل موسى عشر ضربات على مصر عشر ضربات من يقرأ لنا يا هون أول ضربة الدم الضفادع أول ضربة الدم اجا موسى حط عصايته بنهر النيل صار النيل اللي هو اللي بيشري بكل مصر ميته صاري الدم ما عش في مي بمصر تاني ضربة الضفادع الضفادع تلعوا الضفادع على البيوت على قصر فرعون بيفتحوا الخزانة بينزل ضفادع بيتخذ ضفادع البعوض بعوض هجم عليون بعوض الذباب ضبان ضعون على الماشية ميته المواشي الدمامل الدمامل عواصف برد ونار الجراد الظلام وموت تسع ضربات بالأحرى وهي آخر ضربة هي الأساس لكن نزل عليهم تسع ضربات ظلام برد جراد الدبان ضفادع دم شو ما بدكون مصايب نزلت عرض مصر شو كان يصير كل مرة يجي موسى بضربة فرعون يرفع العشا يقول له خلص 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 فيكن تروحوا فيكن تروحوا يرفع موسى الضربة يرجع فرعون يقسي قلبه يقول له لا بدكون تبقوا هون وهيك بيصير معنا صراحة وقت الرب بدوا يخدنا من مجد لمجد بدوا يخدنا من إيمان لإيمان من مرحلة لمرحلة بتلايهوا إبليس عم بيحارب وعم بيشد وعم بيضيق علينا ولكن النصرة لله فنزلوا التسع ضربات على مصر فرعون ما كان يقنع آخر ضربة موت الأبكار مش البقر الأبكار يعني البكر بالبيت يعني كل البيت شبل كبير هو البكر أنا بكر الأسيس بكر أنا أول أول شاب بالبيت الموت هيدا كانت عشر ضربة رب قال له لموسى حيصير فيها الضربة ولكن في شي بدكم تعملوا قبل قال له بتفوتوا خروف على بيتكم أنتوا العبرانيين بتفوتوا خروف على البيت خروف بدوا يكون بكر فتح رحم بلا عيب يعني خروف تمام رائع مش أعوج ميت مدري شبوك تطبحوا خروف باليوم الثالث تاخدوا الدم بترشوا الدم على البيب وعلى العتبة وعلى العتبة تبع البيب وأنا حقطع بالليل على أرض مصر وكل باب فيه على الدم هيدا حتكون علامة إنكم أنتوا جوا مش حيموت البكر اللي بقلب هالبيت والبيب اللي ما على الدم حيموت فيه البكر صار اللي صار وماتوا كل أبكار مصر ومات البكر تبع فرعون وجن فرعون كانت الضربة القاضية قال لهم طلعوا وبرضو لحقون وبقيوا فايتين شق قال لهم موسى البحر قطعوا وتدمر فرعون فهيدا هي القصة اللي منتذكرها اللي بيتذكروها كل سنة على هيدا التولة ولكن متل ما بيقول بولوس برسالة كولوسي كل هذه الأمور هي ظل أو رمز أما الحقيقة فهي المسيح فبكل شغلة بتشوفوها على هالطاولة حنحكي هن شو بيعتبره يعني شو هو الرمز ولكن حنشوف كمان شو هي الحقيقة بالمسيح أمين أول شي موجود على هالطاولة بيحطوا عدمة خروف عدمة خروف ممنوعة تكون مكسورة بيفكوها فك بوقتها كانوا يحطوا الخروف متل ما هو بطلوا يعملوا دبائح لأسباب بطل عندهم هايكل فصاروا يحطوا عدمة خروف ليتذكروا الحمل اللي بيندبح بهالليلة هي رمز للحمل المذبوح في تلك الليلة ملك الموت يرى الدم على الباب فيعبر سؤال لكم لو في باب لو في بات مصريين حطوا دم هيدا الخروف على الباب كان مات البكر جوا لا كان كمان عبر لكان هو رب مش فيتفتش كل بيت مش فيتفتش شو خطيتك ومين قاعد بالبيت ومين معه وشو عامل لا يرى الدم فيعبر الدم هو علامة للخلاص لدم يسوع ما فتش البيت لكان الطريقة الوحيدة الطريقة الوحيدة لشوفك الدينونة وتهرب تشوفك الدينونة وما تجي عليك يعني تقطع فوقك الدينونة تعبر من فوقك الطريقة الوحيدة هي بدم يسوع لكن الآية اللي بترمز لها الشي هي يكون الخروف من الغنم أو المعز وتأخذونه صحيح ذكرا أما الحقيقة برسالة بطرس الأولى 19 بتقول بدم الكريم دم الحمل الذي لا عيبة فيه ولا دنس دم المسيح أمين وتانية وحدة بخروج 12 46 بيقول بالبيت بتأكلو هالخروف عظامه لا يكسر ممنوع تكسروا عظام هيدا الخروف وببشارة ببشارة يحنى 19 بيقول وَلَمَّا وَلَمَّا وَصِلُوا وَلَمَّنَا وَلْتَ الثاني شغلين فينا نشوفها على الطاولة هي الأعشاب المرّة هذه الأنواع عشاب مرة، أنا نقات الركة، ما في أمر من هيك عندنا في البيت كان. فالعشاب المرة لشو بترمز؟ هي بترمز للمرورة بالطبيعة الحال، للدموع، للعبودية، للظلام، للألام، يعني الواحد تعقضوها الركة، شوفوشكن كيف يصير، يعني مانا مانا شي حلو أبداً. هيدا الرمز بترمز لليهود بالعبودية للعبرانيين بأرض مصر. أما الحقيقة فهي بترمز واحد بطرس تسعة عش، يسيل بطرس الأولى، متى، ستة وعشرين عفواً، فقال لهم يسوع نفسي حزينة حتى الموت، ترمز للحزن طبع العبرانيين بأرض مصر، ولكن كمان بترمز للحزن للحالة اللي كان فيها يسوع قبل الصليب، ما بعرف إذا بتعرفوا ياسوع لما كان عم بيصلي بستان الزيتون، بكي، بس كمان صار معه حالة اللي هي بلش يطلع دم من جلته، هيدا ما بتصير إلا بحالة حزن، وحالة تعاسي داخلية، ما بتفهم يعني قديش كان ياسوع متضايق قبل الصليب، هيدا مش هناك موجودين هول الأعشاب، البيض المشوي، بيشو بيضة، أنا سلقتة، ما عرفت إشوي بيض فقعد، بيشو بيضة، هي لشو بترمز، ترمز للهيكل، ترمز للهيكل المدمر، رجع عمروا، رجعوا ودمروا، ترمز للهيكل، هيكل سليمان، أما بالحقيقة رسالة قفص الشو بتقول، فما أنتم بعد اليوم غرباء أو ضيوف، مين منكن أصلوا عبراني، ما حدا، يعني أنا إذا بدكم ترجعوا لصولة قبل ألفين سنة، بعتقد كانوا يعبدوا البعل وعشتروت، وفينا أنواعنا يعني اللقينا، كنا كلنا ضيوف وغرباء لبيت الله، أمين؟ نحن اليوم بطلنا هيك، نحن صرنا مع الكدسين رعية واحدة، ومن أهل بيت الرب، بنين على أساس الرسل والأنبياء، شو يعني الرسل والأنبياء؟ الرسل مين كتب العهد الجديد؟ الرسل، مين كتب العهد القديم؟ الأنبياء، يعني نحن بنائنا على الكتاب المقدس، ليهو الرسل والأنبياء، كرعية واحدة، بمئة اسم، بمئة كنيسة، بس كلنا رعية واحدة، والحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه، لأن به يتماسك البناء كله، وينمو ليكون هيكلا مقدسا للرب، وبه أنتم أيضا مبنيونا معا لتصيروا مسكنا لله في الروح، أمين؟ مش عايزين هيكل، نعمره ونعمله ونعمل زبايح، زباح الحمل تبعنا، ونحن هيكل الروح القدس، كنيستو للمسيح هي الهيكل، كلنا كجسد المسيح، وكلنا متحدين كرعية واحدة، كرعية واحدة على أساس هالكلمة، وهو حجرة الزاوية اللي ملأتنا كلنا سوا، لكن هايدي البيضة هني بحطوها للهيكل، أما نحن الهيكل طبعا الرب، هو بترمز الكنيسة، البقدونس، البقدونس أولا بيرمز للنبتة اللي رشو فيها الدم على الباب، والزوفة، وتانيا عندهم عادة اللي هي بياخدوا ورقة بقدونس، بيغطصوها بالمي المالحة، هايدي مي وملح، وبياكلوها، فهيدي بترمز للدموع اللي كانوا يبكووهم هن وعم بعمروا لحجار بأرض مصر هن وعم بيشغلو بها العبودية، ترمز للدموع، فالبقدونس، هايدي العادة اللي بيعملوها، أما المياه المالحة بترمز أكيد للدموع، وبترمز كمانا لمياه البحر الأحمر اللي انشقت لما عبروا على أرض المواد. هايدي ما كنت لقيلها اسمها بالعربي، بالعبرانة اسمها خاروزيت، هي عبارة عن تفاح وجوز وقرفة، هي بترمز للحجار اللي كانوا يعمرووهم بمصر، هن شو كانت شغلتون كعبيد، كانوا يععدوا يصبوا هكي حجار على أكبر أكيد، لا يعمرو مباني مصر، وبترمز للطين، إذا بتشوفوها هيك من بعيد بترمز لجبلة بطون، ترمز كمانا للشغل بالسخرة اللي كانوا يشتغلوه، وبالحقيقة كلنا يعني شو ما نكون عم نشتغل؟ عم نشتغل بالسخرة لأنه الشغل على الأرض كل شي فاني، أما الشغل بملكوت الله، فهو اللي بقي. حسناً، 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 حسناً. حسناً، نزلت، حسناً. لكن هي بترمز للحجار اللي كانوا يبنوا فيها مصر، أما يسوع بيوحنى 14، الآية 2 و3 شؤال، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا ما كلت لكم أنا ذاهب لأهيئ لكم مكان، ومتى ذهبت وهيئت لكم مكان، أرجع وأخذكم أخذكم إليّ لتكونوا حيث ما أكون. يسوع عم بيحضر لألنا مكان، كل واحد يدل على حالو، يدلوا على حالكم، يقولوا يسوع عم بيحضر لي مكان لأله. ومطرح ما هو حيكون نحنا كلنا ككنيسة حنكون، مش مطرح ما أنا بكون هو بده يكون، لا، مطرح ما هو حيكون حيخدنا كلنا وحنكون معه. أمين؟ آخراً، لا قبل آخراً، في الخبز. لكن الرب أمرهم، مثل ما قال الأسيس، مثل ما حكينا نهار الأحد، أنه في أسبوع الخبز الفطير، الأسبوع اللي بيأكلوا فيه خبز بلا خمير، لأنه المشكلة بالخبز، منا للطحين، المشكلة بالخبز هي الخمير، لسببين، أولاً الخمير ترمز للخطيئة، تعمل بالسر، يعني مثل ما كان يخبرنا الأسيس، كان يشوف أمه عمتاجهم، تحط شوية عجين، تحط شوية عجين، شوية خمير، تتركهم تحت التخت، يجي تاني نهار يلاقيهم طلعين لبره، فالخميرة بتشتغل بالسر، تشتغل بالعتمة، مثل الخطيئة، والقليل من الخمير، بتخمر الخبز كله، خطيئة واحدة، فسديت كل جسدنا، والطعمة طبع الخمير، أنا جربت أخبز مبارح، للحقيقة، ما زبطت كمان، يعني، ودقنا الخمير، دقت الخمير، طعمته حامضة، مرة، علم، خمرة، مش طايبة أبداً، فكما مثل الخطيئة بجسدنا، كون جسد رائع مبوشي، والخطيئة اجيت، خمرته، فهيدي أولاً، مش ناك، لا أسبوع كامل، ما بيأكلوا خمير، وكمانا، لأنه خلاص الرب كان شي بده يصير، ع السريع، قالهن الرب فوراً بتاكله الخروف، ما بيلحق يختمر الخبز لتاني نهار، بدي كون أخرجتكن من أرض مصر، فالقصة كلها كانت كتير سريعة، فما كان في وقت للخبز انه يخمر، يختمر، فالكينا، بيجيبوا، وهيدا تقليد، هني عندهم يا، ويرتينوا من، من أزل الأجل، وما بعرف، من مئة سنة يعني، ثلاثة آلاف سنة، شو بيعملوا، بيجيبوا، ثلاثة أرغفة خبز، هلأ، اليهود، مش هيقولولكن أب ابن روح القدس، هيقولولكن إبراهيم، وأسحاك، ويعكوب، الخبزة الأولى بترمز لإبراهيم، الخبزة التانية بترمز لأسحاك، والخبزة الأخيرة بترمز ليعكوب، وعندهم تقليد، شو بيعملوا، أولاً، أول خبزة، بيوضعوها بيك pasado، الثاني خبزة بيوضعوها، الثالث خبزة بيوضعوها بيك fiery dryCP, أما الخبزة العاصلة بالعاصلة، بيرفعوها، بيشكروه، بيقصوها، شافتين، أيها الأكبر، هذا آيها الأصغر، هذا بيأخذوا الأصغر، وبيتقصموها بين بعض، أما الشافة الكبيرة، شو بيعملوا فيها، بيرجعوا، بيخبوها، بميش أبيض، بيخد البي بيخد البي وبيروح بيخبية بالبيت هيك لولاد من بعدها بعد العشاء بدن يروحوا إلي قوة يسوع أخذ هالخبز شقفه اثنان الشقفة اللي بترجع بتنضب بقلب قماش بتروح بتتخبى لون هذا هو جسدي كسر الخبز بيرمز للموت بيرمز لانفصال الجسد عن الروح هذا هو جسدي المكسور من أجلكم في شقفة اللي بتتخبى لأنه أنا كمان حيلفوني بالأبيض أنا حموت حينفص الجسدي عن روحي حينلف بقماش أبيض وحيحطوني بالقبر آمين قالوا هذا هو جسدي أباكم أكلوا المن في البرية وماتوا أما من يأكلوني فلا يرى الموت أنا خبز الحياة أنا هو خبز الحياة قالوا خذوا كله واصنعوا هذا اللي تكري أخيراً عنا على هالطاولة شايفين أربع كسات هذا مفروض يكون بالنص شايفين أربع كسات الأربع كسات موجودين ليذكرونها بآية مقصمة لأربع أجزاء ليهي خروج ستة خروج الإصحاح السادس الآية ستة وسبعة بيقول أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت نير المصريين وأنكذكم من العبوديتهم أول كاس بيشربوا قبل العشاء اسمه كاس التقديس أخرجكم من أرض مصر كلهم بيشربوا هنا ما بيحطوا أربع كسات هو ذات الكاس بيعبوه أربع مرات بس مش حاشر بأربع كسات هلا ما عكون هيك يعني بيشربوا أول كاس بيصالوا صلاة البركة تاني قسم من الآية وأرفع ذراعي وأنزل بهم أحكاما رهيبا حانتئم من آلهة مصر حينزل الحكم على كل الظلم اللي عملوه فيكن بمصر تاني واحد هو كاس التحرير يحررون من عبودية مصر هولي الكسان قبل العشاء بيتعشوا بياكلوا برجع فيه كسان بعد العشاء في الكاس الثالث في الكاس الثالث اللي هو اسمه كاس الفداء ليش أتخذكم لي شعبا وأكونوا لكم إلها وتعلمون أنني أنا الرب إلهكم الذي أخرجتكم من مصر أنا افتديتكم وهيدا الكاس البعض العشاء بلوقى بيقول وبعد العشاء أخذ الكاس وشكر وقال أخذوا شربوا هذا هو دمي دم الفداء الذي مسكوب من أجلكم وآخر كاس بيشربوا هو كاس التهليل لأنه الآية بتقول وسأدخلكم إلى الأرض سأدخلكم إلى أرض الموعد يعني ححقق الوعد اللي أنا عملته كاس التهليل كاس التسبيح كاس الشكر هذا الرابع كاس هناك كاس بالنص على الطاولة يبقى ممنوع يدقوا فيه ممنوع يتطلعوا فيه ممنوع يعملوا فيه شي وما بيشربوا بالآخر بيرجعوا بيحطوا بالأنينة اسمه كاس إليا يسوع قال لن أشرب هذا الكاس إلا وين مش هارجع أشرب من هالكاس مش هارجع أشرب من عصير الكرمة إلا بملكوت أبي كاس إليا هني مش فهمينين لي بيحطوا للصراحة قدنا نفتيش ما حدا فهمين لأنني مش عارفين لي بيحطوا كاس إليا بس هو بيرموز للأمل للرجاء اللي عنا إنه هيدا الكاس مش هنشربه هون ويسوع ما شربوا هالطاولة هيدا الكاس بدا نشربه فوق معه بالسماء قطعنا على كل أمور هيدا التاولة بتشوفوا هون العهد القديم كله رمز للعهد جديد والصليب هو اللي قصم هالعهدين بالحقيقة فكل هيدا الأمور بتدل المسيح أو بتدل شي عمله المسيح بس الأساس وهما شي نفهمه هو هون نفهم إنه قال خذوا شربوا هذا هو دمي هيدا الدم اللي حيخلصنا خذوا كله هذا هو جسدي شركة جسد المسيح بالكنيسة آمين